اليوم الأول من امتحانات شهادة التعليم المتوسط عرف اتخاذ تدابير صارمة للحد من ظاهرة الغش رئيس مركز ثانوية الإدريسي بالعاصمة أكد أن انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط كان في ظروف عادية ولا ظاهرة ولا حالة غش الجنة وحتى اندهشنا في سلوك تلاميذ سلوك تلاميذ الممتاز ليس سلوك تلاميذ السيئة السنوات الأخيرة اخدت طابع تكنولوجي أكبر لهذا ونحن الإدارة لا اخدنا احتياطات تتعلي لهذا التطور التكنولوجي الذي استعمل في الغش أنا أقول لا يمكن أننا نحارب ظاهرة الغش التكنولوجي إلا بأمور تكنولوجية انطباعات التلاميذ حول مادتي الفترة المسائية لم تختلف كثيرا عن عرائهم بخصوص امتحاني اللغة العربية والفيزياء كانت أجواء مليحة وكانوا الأسئلة في متونة وجامع سهلين نبغت لكي يقدر إحلامي هذه كانت جازة مليحة كانوا يقولوا بليكي صعب السوجيات جازت في مردنا والجامع توجي كانوا سهلين الحراسة كانت مليحة وش ريفيزينا طاح وش درنا في المسايد طاح ريفيزينا سوختو حالة الغش التي حدثت بامتحان البكالوريا ألقت بظلالها على امتحانات شهادة التعليم المتوسط والتي جعلت رؤساء المراكز في حالة استنفار قصوى من أجل السير الحسن لهذا الامتحان اشتركوا في القناة